تتواصل الاحتجاجات الفلسطينية في النقب ويتواصل القمع الصهيوني منذ ما يقرب من أسبوع بسبب محاولات سلطات الاحتلال المتكررة نزع ملكية أهالي قرية تل السبع الفلسطينية لأراضيهم ومنازلهم ومن ثم استغلالها في مشروعات يملكها الصهايلة بحاولوا زراعة حراش محل ما الناس ساكنة وعلى أراضي الناس الخاصة طبعا الفكرة هي تحريش جزء كبير من أراضي منطقة نقع بير السبع فيها ست قرى غير معترف بها فلسطينية عربية فلسطينية الفكرة هي تحريش هذه المناطق بدل ما يكون فيه اعتراف في هذه القرى قوات الاحتلال الصهيوني اعتدت مجددا على المتظاهرين بالضرب وإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيلي للدموع كما نفذت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين في محاولة منها لإنهاء الاحتجاجات إلا أن أهالي القرى والبلدات الفلسطينية المحتلة بالنقب جددوا رفضهم عمليات التجريف المتواصلة لأراضيهم مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج وتصعيد النضال في وجه الاحتلال وآلياته العسكرية ولا يختلف الأمر كثيرا في حي الشيخ جراح شمالي القدس المحتلة وفي بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى إذ تتصاعد اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال على المقدسيين فيهما ما ينذر بتصعيد جديد لا سيما أن الأيام المنقضية منذ بداية العام الجاري شهدت عمليات هدم صهيونية لإحدى عشرة بناية ومنزلا فلسطينيا في المنطقتين كما أعلن الاحتلال عن مخطط لمشروع استطاني كبير على أرض قرية صورباهر الأمر الذي يوشك أن يفجر الأوضاع مجددا في عموم القدس التي باتت وأهلها على صفيح ساخن